في وقت واحد احنا بنقضي على فيروسي وبنمنعه وبنصحح المشكلة دي في بلدنا لان زي ما كلنا عارفين دي مشكلة كانت مزمنة وكانت بتحبط الشباب والشاب اللي بيطلع عنده فيروسي ما بيلاقيش فرصة عمل قوية حتى لو لقى فرصة عمل صحته ما بتساعدهوش ويبقى انتاجياته قليلة وبيبقى عنده عب اقتصادي كبير انه هو ساعات العمل بتاعته قلت فدخله قل والعلاج كان مكلف يعني انت عارف تدهور ويتتبع ذلك في الاسر البسيطة ان الاطفال يتصربوا من التعليم لان والدهم تعبان نسبة الجريمة تزيد عواقب المرض ده جديدة كده على المجتمع المصري عشان كده مش المرض ده بس والضغط والسكر والضغط والسكر تاني بقول ان اضغط والسكر وده ظهر لنا في قوائم الانتظار لما نلاقي اكتر من 75% من الحالات اللي تم علاجها في قوائم الانتظار حالات قلب مفتوح واساطر وضعمات قلب اللي هي مضعفات الضغط والسكر والسمنة يعني احنا عندنا فعلا مشكلة كبيرة اسمها الضغط والسكر والسمنة لازم نلتفت لها ونشتغل على ان احنا نصلح العيوب الصحية في المجتمع بتاعنا حضراتك قلت ان السمنة 60% وضغط قام بورها او كل ضغط وضغط تعمل ايه بحل مشكلة ده يكيب ان الرقم ده بالنسبة اللي هو التانية كبير ديه؟ المسح ده في العشرة مليون الاولانيين نسبة الناس في التسع محافظات اللي وزنهم في الحدود الوزن العادي 25% 75% سمنة بدرجات متفاوتة من اول متوسطة لسمنة فعلا لسمنة مفرطة يعني لما يكون الشكل كده ولما يكون اكثر الناس اقبالا على الحملة هي الشباب فاحنا يبقى عندنا مشكلة كبيرة المؤشرات الاولية بتقول ان المحافظات الحضر اكثر اصابة بالسمنة من محافظات السعيد والمحافظات الحدودية يعني السمنة اكتر في اسكندرية في المرحلة الاولى في اسكندرية وبورسعيد وضمياط عن الفيوم واسيوت وجنوب سينة ومرصة مطروح الوزارة هتعمل ايه السمنة انا بعتبره مرض وانه هو بيسبب كثير من الامراض كمان بنشتغل واكتمعنا مع معالي وزير التعليم العالي الاسبوع اللي فات علشان حنبدأ حنشتغل على في الموضوع السمنة على كذا حاجة احنا مش عايزين نقول انها سمنة اكتر ما ازاي نغير طريقة لايف ستايل بتاعنا او طريقة حياتنا ازاي ننتقي الاكل بتاعنا ازاي نكسر من الحركة ونحط بدائل عن المواصلات ان انت مش صح انك تركب مواصلات كتير ممكن تمشي شوية وتركب مواصلات يعني لكن الناس بدأت حتى في القرى انا يعني عندي زاهرة يعني القرى زمان احنا كنا بنشوف السيدات بتتحرك وتروح من هنا الهنا دلوقتي نسبة المواصلات الداخلية في القرى والتوك توك بقى زاهرة بتوفر الوقت بس بتزود العبء الصحي وبتزود السمنة وبالتالي بتزود التاخد والسكر هنشتغل على اجتمعنا مع احد شركات الاعلانات علشان هنعمل حملة كويسة جدا في التلفزيون هنبنعمل مع معالي وزير التعليم العالي عشان هننزل للجامعات اشتغلنا مع معهد التغذية كزا حاجة احنا في مرحلة الاعداد لها قريب جدا هتشوفه تحرك شديد على كل المستويات في موضوع السمنة السمنة مرض مش بس مرض عادي مرض بيسبب كثير من الامراض الفتاكة انا مسميها فتاكة لان الضغط والسكر وامراض القلب والجلطات دي امراض مش سهلة ابدا عندنا سبحانه دي اوي هم يتأجل أطور الدواء بفترة مثلا بعد سهول بعد سبوعين وده بيصدر مشكلة وزحاق في أمات المعينة وفي أماتين تانية بيجب أن نقبل عنها فهذا في ألية للوصول البداية وفي شكل المناصر أكثر من كده وعاوزي تطمع للناس اللي عندهم المرض إن لو قاعد مسلا في سبوع أو سبوعين معنا بطرحين كوسي يمكن يأكل على النقطة طبعا كلامك صح يا محمد بس خلينا أقول إن إحنا بنعمل كل ده في وقت واحد بنعالج الناس في وقت واحد بعلماء الكابد معنا الدكتور وحيد تابعنا مشاهدين الكرام جانبا من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسكانة دكتورة هالة زايد في إطار جولتها في محافظة الفيوم لتفقد سير أعمال المبادرة الرئاسية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح أسيسي القضاء على فيروسي والأمراض غير السارية تحت شعار مئة مليون صحة وتفقدت الوزيرة عدد من نقاط المسح الخاصة بهذه المبادرة منها مركز صحة الأسرة بسنورس للتأكد من تقديم الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين على أكمل وجهة وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المبادرة الرئاسية ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع في محافظات المرحلة الأولى التسعة لهذه المبادرة الرئاسية خلال المؤتمر الصحفي الذي أدعنا جانبا منه على حضراتكم أعلنت الوزيرة عن مواجهة الوزارة أيضا لمرض السمنة من خلال التوعية بتغيير نمط التغذية وطرق الغذاء ونوعية الغذاء وأيضا أعلنت عن تعاقد الوزارة مع شركة إعلانية كبرى للتوعية بخطورة مرض السمنة وإرشاد المواطنين لكافية مواجهته والتحذير من خطورته وعمل حملة إعلانية كبيرة في القريب العاجل وأيضا التعاقد أو التعاون مع وزارة التعليم العالي لنزول إلى الجامعات والتوعية أيضا بخطورة السمنة وقالت أن هناك الآن استعداد للتحرك قريبا على أرض الواقع لمواجهة مرض السمنة وأعلنت عن دهشتها من انتشار وسائل المواصلات أيضا حتى بالقرى وهذا يؤدي إلى تزايد مرض السمنة والضغط مشاهدين كونوا معنا دائما على مدار اليوم وسنوى فيكم بأي تغطيات إخبارية لاحقة على مدار اليوم إلى اللقاء